هقول لحضرتك حاجة ما تلاقيهاش غير في أعضاء النادي الأهلي هقرها لك كده نفتخر جميعا كمحبين للنادي الأهلي أولا وكأعضاء للجمعية العمومية بحجم التطوير والإنشاءات الضخمة والتنمية في عدة محاور داخل نادينا الحبيب فالنادي الأهلي بفروعه تحول إلى خلية نحن تتصابق فيها الجهات المعنية الزمن للتطوير والبناء وهذا مكسب مهم جدا للنادي والجمعية العمومية ولكن في الوقت نفسه يجب تسليط الضوء على بعض السلبيات البسيطة شوف الرجل يعني هو في الحقيقة ده لازم تسمعه لازم تقدره ولازم تحتمل به لا على فكرة ده دولك كم واحد ماضين على الكلام ده يجي مثلا 71 مقدر اللي بتعمله بس اسمعنا لا وداني بقى مجموعة من المخترحات التي يجب أن تنظر فيها بعين الاعتبار كأنه رجل قاعد معك جوة الإدارة وحاسس بالنادي وحاسس بظروفه وحاسس بالتحديات وبيديلك مقترحات للتطوير والبناء والاستمرار في عملية التحسين كأن الثلاث كلمات اللي احنا كتبينهم على البوابات دي تاريخ محتمل المدى مسألة فيها شراكة مسؤول تجاه النادي وده يمكن إذا خني الحاجة يمكن أنا برضو أنتهز الفرصة أننا موجود مع حضراتكم أننا نهني الجمعية العمومية للنادي الأهلي أنها عندما اختارت كان اختيارها محل تقدير من كل المؤسسات الوطنية داخل الدولة المصرية فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة للنادي الأهلي وكان هذا الجهد الكبير من الجمعية العمومية وتحمل مسؤولية ويمكن أنا هنا أستاذ إبراهيم لو يتذكر لما عملنا حلقات جميلة في الحقيقة كانت نموذج أيضا فريد لأن منصات النادي الأهلي تسمح لكل المرشحين بالتواجد داخل هذه المنصة الإعلامية الكبيرة في الحقيقة النهاردة إحنا بنحصد قلت لأستاذ إبراهيم حاجة مهمة أوش قلت له الجمعية العمومية هي صانعة قوة القرار صحيح هي صانعة قوة القرار ومنذلك يعني الهيئة القضائية الموقرة عندما استصدرت الحكم كان في حيثياتها أن هناك أكثر من 19 ألف صوت قد منحوا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة التصويت وبالتالي الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها في إدارة النادي في الحقيقة وهنا أنا بنتهز الفرصة وأكد على حاجات مهمة جدا تخلينا كأعضاء جمعية عمومية وكجماهير نادي أهلي وكناس منتمين لهذه الدولة العريقة الدولة المصرية نحن نأكد على حاجتين مهمين جدا النادي الأهلي قدم درس في إدارة هذه الأزمة درس مبني على قيم ومبادئ النادي الأهلي الناس بتسأل عليها هي أي قيم ومبادئ النادي الأهلي قيم ومبادئ النادي الأهلي في هذه الأزمة تتمثل في الاحترام قيمة الاحترام وقيمة السقة وتمثوا بالحق الاحترام لكل مؤسسات الدولة ومسؤوليتها لم تتجاوز في مؤسسة أي مؤسسة احترامت اللجنة الأولمبية احترامت الجهة الإدارية احترمت الهيئات القضائية الموقرة احترمت أيضا ودفعت عن رأي جمعيتك العمومية باستماتة احترمت القانون والتزامت به احترمت نظامك الأساسي الذي صدر عن الجمعية العمومية لم تتصرف بغضب لا لم تتصرف بانفعال احترمت حق المرشح حتى يعني ان النادي يتضامن بربع عليك مع الستاذ العامل الفاروق انت احترمت حق المرشح هنا بقى ظهر الشعار ومعناه الحقيقي اللي بيخاف منه الجميع ودايما بنحاول نصححه ان الاهلي فوق الجميع من ابنائه التزم السيد العامري فاروق الصمت لان مصلحة الاهلي تتطلب هذه المرحلة الصمت والالتزام بقيم ومبادئ النادي الاهلي التزم مجلس الادارة ايضا المصهر القانوني دون اي ضجيج او ظهور اعلامي او اي لغة يسير اي كلمة سلبية تجاه اي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا يعلي شأن الاهلي فوق الجميع من ابنائه ده مش بس كده ده انت حتى لما صدر القرار كان هناك توجيه رسمي من مجلس الادارة بان النادي الاهلي لا يعلق على الاحكام القضائية وسوف ننتظر كل الجهات التي تكتمل مسئوليتها بان يتم استصدار تشكيل هذا المجلس يبقى ده الاحترام الثقة الثقة في اجراءاتنا الثقة الثقة في اجراءاتنا ان انا من اول يوم انا يمكن كان فيه تكليف من المجلس في الحقيقة ان اكون المتحدث الرسمي في هذا الشأن ويمكن تحدثنا وليس التحدث من اجل الشوشرة ولكن التحدث من اجل تصحيح وتوضيح موقف النادي الاهلي وهنا الثقة بقى فين الثقة في تاريخ النادي الاهلي العريق فانه عندما يعد نظام اساسي يعد نظام اساسي وفقا للمساق الاليمبي الدولي ووفقا للقانون الوطني المصري لائحة منضبطة كان لدينا الثقة فيها ومشينا على اجراءاتها ولم نخرج عن اجراءات ده برضو حاجة مهمة الثقة في الجمعية العمومية الموقرة التي جاءت فيما يتجاوز بعدها بـ 22 ألف الثقة في الشفافية والنزاهة لأن النادي الاهلي زاعة الانتخابات لحظة بلحظة مش على قناته فقط ولكن على جميع القنوات الفضائية الثقة في صحة الإجراءات الثقة في القرس التاريخي لخبرات النادي الاهلي لخبرات النادي الاهلي وفي الحقيقة كمان الثقة فين الثقة في الهيئات القضائية الموقرة لدينا ثقة كاملة في قرارها والتزمنا بالجلوس إلى الهيئات القضائية وما قلناش احنا مش رحين للقضاء الثقة في اللجنة الأولمبية الوطنية أيضا التزمنا في الحوار مع اللجنة الأولمبية الوطنية الثقة في الجهة الإدارية الموقرة وروحنا برضو وطعاملنا مع الجهة الإدارية هنا بقى قيمة أخرى الثقة في عراقة تقاليد النادي الاهلي عندما اجتمع مجلس الإدارة في أول جلسة له ترك المنصب لأن الجمعية العمومية منحت المجلس الصقة في اختيارات محددة أيها فلم يتجاوز المجلس صقة من الجمعية العمومية أمنتوا على الجمعية العمومية هنعكسف ف Lena هنا احنا هننتظر حتى يظل المقعد شغل لأن الجمعية العمومية منحت الصقة فيge شخصيات بعين احنا هنلتزم بهذه الصقة لازم يتم تشكيل مكتب تنفيزي أيضا لأن فيه نظام أساسي الصقة في النظام الأساسي ده احنا كنا وصقين فيه ففي الحقيقة ده ايضا واحد من المشاهد التاريخية اللي هيذكرها التاريخ دائما وتعكس دائما وابدا ريادة النادي الاهلي وريادة جمعية العمومية وريادة النادي الاهلي في التعامل والاحترام والتقدير المتبادل بينه وبين كافة مؤسسات الدولة المصرية في الحقيقة ايضا وضح ومعنى الشعار التاريخي للنادي الاهلي ان النادي الاهلي عندما يقول ان الاهلي فوق الجميع فوق الجميع من ابنائه فعلى جميع ابناء ان يلتزموا بقيم ومبادئ النادي الاهلي ويعلوا مصالح النادي الاهلي فوق ايه مصلحة شخصية اتجاه واحد مجلس ادارة اعضاء حتى الجماهير بقوا معانا في الاتجاه ده اعضاء الجميع العمومية معانا في الاتجاه ده واللي انت بتقوله دلوقتي والرسالة اللي قريتها حضرتك فيه لفت نظر لبعض السلبيات والشياكة اللي مكتوب بيها الكلام والثقة يعني بيقولك وثقين فيكم جدا بس خلي بالكم من واحد اثنين ثلاثة اربعة احنا بنقول لهم حاضر ببعا رأيكم فوق راسنا كادارة